اشتركوا في القناة اعضاء المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وفضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الاوقاف السنية والسيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الاوقاف الجعفرية حيث رفعوا الى جلالة العاهل المعظم عطيب التهادي والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم مبتهلين الى الباري جل وعلا ان يحفظ جلالته ويوفقه ويرعاه ويسدد خطاه لما فيه الخير والصلاح لوطننا العزيز وان يعيد هذا الشهر المبارك على جلالته بوافر الصحة والسعادة وتمام العافية والعمر المديد وان يديم الامن والامان والاستقرار والرخاء على مملكة البحرين وعلى شعبها الوفي بالخير والرفعة والتطور في ظل قيادة جلالته الحكيمة وقد رحب حضرة صاحب الجلالة بالجميع وبدالهم التهان بهذا الشهر الفضيل سائلا الله سبحانه وتعالى ان يجعله شهر خير وبركة وان يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الاعمال وان يعيد هذه المناسبة العاطرة على شعب البحرين والمقيمين على ارضها الطيبة باليمن والمسرات وعلى الامتين العربية والاسلامية بالعزة والامن والسلام معربا جلالته عن فخره واعتزازه بانجازات المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وما يحققه اهل البحرين في هذا المجال وهو النابع من اخلاصهم وطبائعهم النبيلة واننا نبني على ما حققه الاباء الاوليين من السبات الكريمة في مجتمع متحب متكامل عبر تاريخ عريق واشاد جلالته بالدور المهم الذي يطلع به المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في خدمة الدين الاسلامي الحنيف واظهار سماحته ونشر تعاليمه السمحة والتوعية بثوابته القائمة على الاعتدال والوسطية ونبذ الغلو والتعصب والدعوة الى التمسك بالاخلاق الفاضلة وتعزيز قيم الاخوة والتكافل والتراحم والتعاون بين الجميع ومساعيه وجهوده الخير في خدمة قضايا الاسلام والمسلمين معربا جلالته عن تقديره للجهود الطيبة التي يوالي بدلها مجلسي الاوقاف في رعاية شؤون دور العبادة وتهيئة واعداد الائمة والخطبة لنشر ثقافة التسامح والاخاء وتوجيه الخطاب الديني لتعزيز قيم الوحدة والانتماء الوطني واكد جلالته ان المملكة ستواصل نهجها ورسالتها النبيلة في نشر وترسيخ قيم ومبادئ الدين الاسلامي التي تقوم على التسامح والمحبة والسلام والعيش المشترك واحترام الاخر وتعزيز الاخوة الانسانية ترجمة نانسي قنقر